حياكم الله مشاهدين الكرام وطابط أوقاتكم من بلدة قسرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس كما تشاهدون الاحتلال يغلق كافة مداخل البلدة واليوم أيضا يغلق المدخل أو إحدى المداخل الرئيسية هنا في بلدة قسرة استكمالا لعمله الاستيطاني المتوسع في شمال الضفة الغربية المحتلة والتوسعة على المستوطنين تحت حجة جواهية من الحجارة صوبة المستوطنين على هذا الطريق لحديث أكثر عن كافة هذه التفاصيل وما جرى مع رئيس البلدية لو سمحت قلبك يعني بداية ما الذي جرى عند هذا المدخل هذا المدخل زي ما انتشافه أجد جيش أجد جيف جاب جرافي كبيره وبلش يسكر في هذا المدخل بحجة جواهية اللي حجت أنه فيه ولد أو ولدين ضربين حجار على سيارة مستوطنين يعني أنا بدي أسأل إذا ولدين ضربوا حجار على سيارة مستوطنين زي ما ادعوا سبعت آلاف نسمة هاي قصرة شو ذنبها إضافة إلى أنه آلاف الناس غير قصرة بيستخدموا هذا الطريق هاي هو أولا ثانيا إذا بدنا ناحية أمنية من شان ما يضربوش هذا ما ببناحهم ما يضربوش هذا عبارة عن سدد بس من أجل أنه عقاب الناس وعذاب الناس وإهانة الناس وذلالهم ضمن سياسة العقاب الجماعة لأنه حتى اللي بدي يضربو حاليا بيضربو بر وبغض السلل بيمنعهم يلحقوه يعني ما بيقدر يمنعهم أصلا شايف فأجوا أغلقوا هذي الطريق هاي الطريق طبعا بتخدم أهالي كسرة بتخدم الكرة المجاورة بتخدم كل العمال اللي بيطلعوا من هاي الطريق بروح على منطقة الأغوار حاليا ما بيقدروا زي ما انتوا شفتوا بيجوا بيطلعوا ماشي شايف بيجوا بيطلعوا ماشي بتخدم خمسين عائلة ساكنة هون شايف وكل عائلة لو بنني سب لها سبعة وثمان أفراد هاي عندك ناس كثير ساكنة هون هذول انقطعوا عن البلد سكروا حتى عليهم في سدات غير هاي السدي مش هاي السدي لا هاي إذا بطلع على السدي هاي بشوف الحقد وبشوف اللقابي وبشوف الوساكة في اللي حط هذول الحجار حجرين بإمكاني سكر الطريق شوف انت شو عمل هون شايف وشو كاعد بيعمل هنا نتحدث عن المعاناة التي يعانيها أهالي البلدة وكما تحدثني خمسة عشر عائلة انفصلت خمسين أو عفوا خمسين عائلة في هذه المنطقة انفصلت تماما عن البلدة هناك معاناة يومية لو تحدثنا عن هذه المعاناة معاناة هناك في طلاب يروح على المدارس في ولاد صغار في مرضى في ناس بتشتري هنا ما فيه دكاكين ولا فيه سوبر ماركت ولا فيه ايشي بده يطلع على البلد يشتري طبعا ما بيقدر يطلع على المشي وعن طريق هذه السدية يعني كلها معاناة عمال كنا يعني عمال بيطلع على الغرب بالمئات شايف بروح بيشتغله الريحة اللي بده يسافر على الاردن اللي بده يسافر على الاردن من هون وين بده يروح من لين بده يروح بده يروح حسا يرجع له وراه أربعين كيلو يرجع هال ويطلع من هون على الريحة يعني كلها معاناة معاناة رهيبة جدا هاي هاي رهيبة يعني ما صارت يعني ما صارت عند ولا في التاريخ هذا الحكي اللي بيصير كاعد يعني الأشهر الماضية انتهج الاحتلال هذه السياسة للإغلاق على المداخل الإغلاق على الكرة والبلدات الفلسطينية سيما يعني تحديدا نتحدث في شمال الضفة الغربية المحتلة ما الذي يحاول الاحتلال أو ما هي الرسالة التي تكمن وراء هذه الإغلاقات رسالتهم واضحة رسالتهم بده يقول لك انه احنا هانا المسيطرين وانه انت جماعة مش دائمين واحنا اللي دائمين وهذه البلاد بلادنا ما كان يال مستوطن قبلك من يوم ما هناك من المنطقة الجنوبية راحوا فتعوا طريقه ويشورونا بقول هاي إسرائيل هاي يقولوني إسرائيل يا زلم انت منه اي بلد انت لست بتعرفش عبري هذله بدهم يفرضوا بدهم يذلوا الناس بدهم يذاقوا عن الناس من أجل قطع أرزاق الناس قطع أشغال الناس هذول بعملوا على سياسات طويل المدى من أجل ترحيل الناس من هذه المناطق هاي عندك هذول الدور بطرح هذا يجووني أصلا بكرة بصير يدولوا عدار في البلد بقول لك أنا ما لهم على الشغلة هاي يعني معاناة كبيرة معاناة لا توصف إذن هي سياسة يعني ينتهج دائما الاحتلال من أجل التنغيص على الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم في هذه الأماكن أماكن أو المناطق التي تسمى بسي من بعد ذلك نتحدث أيضا مع أحد المواطنين هنا في البلدة يعني نتحدث عن المعاناة اليومية التي يعني اتقع على عاتق أهالي هذه المنازل التي يعني باعتبار هي محاصرة من قبل الاحتلال والله معاناة يعني لا توصف يعني فيه كبار للسن هان يعني هاي معمارات أطفال هاينا منيجي كبار لدي معمارات منيجي نساعدهم هانا يعني كبار لدي مشان تقطعهم عن السدي بعدين عندنا العمال خصوصيا اللي بصرحوا الساعة أربع الصبح وبتغدى سيارة تلاكيهم فهم عليه بخاف ويغدى الجيش وبربع مرات يطخ عليهم بقولك انت جايين هان هاي البلد تعاني اتوقع يعني معاناة لا توصف في كل قرى شمال شرق نابلس فيش قرية تعاني مثلها ليش لان هاي واقعة في وسط وهاي الشارع تربط يعني شوارع رئيسية تربط عدة قرى عدة مجمعات سكانية يعني عنا طلاب يعانون يعني الطلاب اللي بيجونا من هاي المنطقة لداخل البلد يعني وكانين بيطلعوا عبدال مشان يقدروا يصلوا عنا عمال عنا ناس مرضى يعني خصوصيا غسيل الكلا لما بيجو بدون مروحوا على المستشفيات على نابلس تألفوا طريق هسا في حدود 30 كيلو كانت هاي مختصرة هي مش شغلة مش تسكير هي شغلة يعني تهجير انا بقولها تهجير هم بحاولوا يمنعوا هذا الشارع وخلوه شارع على الاستيطان لمستوطنة مجداليم خاصة بها يعني لقوا شغلة ضرب حجر طب ما هو كل يوم المستوطنين بضربوا طب شو 40 سيارة ومواطن عربي ولا شفنا الجيش الاسرائيلي اخذ بحق مستوطن مخالفي لاتني مش هان حجر صغير او ادعى مع العلم انه هاذ الحارس في هاي المستوطنة هاذ الحارس في هذي المستوطني هو من اشد الحاقدين على العرب وكاعد يستفز في المواطنين كل هاذا الزيتون هاذا الموجود هانا بجاعة حوال المستوطنة كانوا اننا بدنا نعمله تنسيق في 11 الشهر وهي خالص 11 الشهر ومددونا الى 15 الشهر وبعد 15 الشهر حيني مددوا اخر جزء 20 الشهر وبعدين يقولون لهم فيش تلقي الزيتون ورايح يروح الزيتون عليهم خلعوا اشتر من الف شجر زيتون معمرة اكثر من عمرها من 30 سنة وفي 20 سنة وكانت من اجود انواع الزيتون موجودة في القرية يعني كل زيتون قرية قصة موجودة حوالي هاي المستيطان هذا كله راح هنا نتحدث ان المعاناة التي يعنيها اهالي بالمسرة ليست فقط تتجسد بالاغلاقات وانما بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وكذلك يعني حرمان المواطنين من قطف الزيتون نعم رسالة المواطن او الشاب من هنا من بلدة كسرة اليوم في ظل كل هذه السياسات التي تنتهجها لاحتلال اولا احنا يعني رسالتنا للمواطنين يعني انه للمؤسسات المؤسسات الدولية انها تيجي وتلاحظ معاناة هذه القرية يعني مشان اكل ما فيها قطف الزيتون حتى حرث الزيتون منعونا ان نحرث هم شو بعملوا بعملوا كاعدين تسكير على الشوارع الزراعية عشرة من ست سبع طرق زراعية بطل المواطن يستطيع يصل لزيتون كاعدة الزيتون بتخرب حسنا لما بتخرب هم كاعدين بعملوا عليها مصادرة بيخلعوا الزيتون يعني في المنطقة الجنوبية خلعوا عشرة من الف زيتوني مدوا عليها عمدان قهربة املوا الى المستوطنين استراحاتهم بقدروا يصلوا لاراضينا احنا اصحاب الارض اصحاب اللي جدوا عركوا الجبل في هذه الطرابها لا يستطيع ان يصل لارضه كان تنسيك امني طب جايز التنسيك الامني كيب 11 الشهر انه ننزل ب11 الشهر كانوا نلاف 15 طب كل الزيتون لسه على امه ما حداش قطف مع الان كل اهل القرية خلصوا قطيف الزيتون الا المنطقة هاي الجنوبية لسه لم يتم قطفها احنا رسالتنا اولا للمؤسساتي جزور هاي القرية تشوف معاناة المواطنين فيها تشوف معاناة هذا الشارع تشوف معاناة صحاب الدور هاي في عندنا ناس امراض كانتين يعني الصعوبة تاننقلهم على المستشفيات في عندنا طلاب مدارس في اسادة من خارج البلد من مناطق نابلس وجنوب نابلس بيجوا على القرية كانتين بتأخروا عن مدارسهم وفيه سيارة كانتين بتنزل سيارة ولا سيارة في عندنا عمال كانتين بيطلعوا والصبحيات العمال هاي كانتين بخافوا انه هم مقاطعين انهم الجيش او المستوطنين يطلق النار عليهم بحجة جواهية يعني في اي حجة بطلع لكيها انه بديوا يضرب حجر او من في الليل الساعة بتعرف العمال اللي بصرحوا ع الداخل محتل بصرحوا الساعة ثلاث ونص واربع الصباح مشان يصلوا لعملهم فمعاناة يعني كبيرة جدا يعني اصحاب الدور هاي يعني معاناة مش بس معاناتهم بتسكير يعني اذا بصير والله شوية اشتباك ببلش يضربوا اصحاب الدور هاي قنابل غاز بنخنقوا بطلعوا من الدور كعديد بهلبوا يعني اصحاب الدور كعديد بقولوا لنا شوفوا لنا حل يعني هي السياسة نتحدث عن سياسة تهجير وايضا سياسة العقاب الجماعي اذا مشاهدين الكرام لم تكتصر الاعتداءات الاستيطانية من قبل الجيش او جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مناطق واسعة من شمال الضفة الغربية المحتلة بما فيها بلدة كسرة فقط بالاغلاقات وانما مصادرة لالاراضي وحرمان المواطنين من جني ثمار الزيتون والموسم البركة والاعتداءات والاستيطان لا يزال يتوسع ولا تزال متواصلة هذه ناية النافذة من بلدة كسرة الى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس ترجمة نانسي قنقر